السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بيال في خير وفي صحة جيدة قبل أن نبدأ الدرس أحب أن نشير بأن العضوية أو الانتساب على القناة فتحناه قبل أيام طبعاً أسفل الفيديو ستجدون هناك زر الاشتراك أولاً أدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بالكامل كما تشاهد لتحصل على الاشعارات كلما نشرنا فيديو بالجانب هناك زر الانتساب من خلال يمكنك الانتساب للقناة بالعضوية التي تختار والتي تناسبك وهذا طبعاً تشجيع منكم لقناتنا للمزيد من العضاء في الجانب أشكر كل الأعضاء المتسبين الجدود كل واحد بإسمه أشكركم كثيراً من القلب لدعمكم لقناتنا إذا كنت تحب الاشتراك أسفل هناك الزر وإذا لم تستطيع فيمكنك فقط لايك للفيديو ومشاركة فيديوهاتنا عبر وسائل تواصل الاجتماعي لنؤتل عليكم درس اليوم مهم جداً لكل من يمتلك جهاز عليه نظام الاندرويد تي في بالتحديد نظام الاندرويد تي في متوفر في عدة أجهزة اندرويد بوكس وعلى التلفزيونات من بينها كما تشاهدون مثلاً هذا التلفزيون الشاومي عليه نظام الاندرويد تي في لكن يعلم الجميع بأن نظام الاندرويد تي في عليه بلاي ستور محدود التطبيقات لا يمكنكم تنزيل تطبيقات كما في الهواتف مثلاً في هذا التلفزيون شاهدوا بأن لدينا البلاي ستور البلاي ستور لا يمكننا تنزيل تطبيقات يعني خاصة بالهواتف مثلاً كمثال جوجل كروم أو غيره لا تجدوه على البلاي ستور هذا لكن بتنزيل تطبيق خاص أعطيكم ليه اليوم يمكنكم الدخول على المتجر وتنزيل أي تطبيق كما لديك هاتف والبلاي ستور الكامل المتكامل هذا هو الهاتف من هذا الدرس إخواني إذن كما تشاهدون هذا بالنسبة للتلفزيون الشاومي يجب استخدام ماوس ضروري أن تستخدموا ماوس في هذه الحالة إذن اليوم سأريكم الطريقة على جهاز آخر من السفر على جهاز الميكول عليه نظام الاندرويد تي في سننزل هذا التطبيق وكيف تستخدمونه وما هي الإعدادات الضرورية وكيف تستفيدون من البلاي ستور الكامل يعني لديك البلاي ستور الآن سيكون كامل على الجهاز لا تذهبوا بعيدا بعد هذا الفاصل القصير نبدأ على بركة الله أشعر أهلا بكم من جديد إذن نحن الآن على جهاز ميكول عليه نظام الاندرويد وهذا هو طبعا اللونشتر الخاص به بنظام الاندرويد تي في عاشرة هذه المرة نبدأ الطريقة من السفر إخواني سهلة جدا تحتاجون إلى تطبيقين مهمين أولا والتطبيق الثالث اللي هو موضوع الحلقة سأعطيكم الرابط من خلاله وأيضا هناك رابط لمن يريد تنزيله عن طريق اليو اس بي أو الميكرو اس دي والطريقة اللي سأريكم إياها من خلال تطبيق فقط من غير استخدام اليو اس بي إذن ندخل على البلاي ستور مخصص للميكول ونبدأ بالذهاب إلى سيرج وهنا إخواني طبعا سأستخدم الميكروفون بما أن فيه خاصية بحث من خلال الميكروفون تطبيق الأول داونلودر إذن أول تطبيق إخواني اللي تشاهدون سننزله هو تطبيق داونلودر مضروري هذا التطبيق من خلاله يمكنكم تنزيل تطبيقات خارج المتجر أو تنزيل روابط من الانترنت مباشرة على الجهاز من غير استخدام اليو اس بي إذن ها هو التطبيق الأول نعود لننزل تطبيق آخر سنحتاجه إخواني اللي هو سايد لوود لونشر إذن نبحث عنه من خلال صوت أو من خلال الكتاب سايد لوود لونشر طريقة سهلة جدا من خلال الميكروفون ها هو التطبيق إخواني إذن نعمل له أيضا انستال يتم التنزيل كما تشاهدون في ثواني معدودة إذن بالنسبة للتطبيق الأول اللي ننزلناه هو تطبيق داونلودر إذن نقوم بجلبه إلى الأول القائمة هكذا ونجلب أيضا تطبيق سايد لوود لونشر ها هو سنحتاجه طبعا هذه التطبيقات سبق أن شرحتهم نقوم بوضع هذا التطبيق في الأول هكذا وأيضا نجلب داونلودر إلى الأول اللي يظهر معكم إذن أول عملية سنقوم بفتح داونلودر نفتحه أولا نعطيه الصلاحية ألو سنحتاج بالوصول إلى رابط سأعطيكم إياه تكتبون هذا الرابط الخاص بتطبيق أورورا أو أورورا كيف ما ينطق إذن نكتب هذا الرابط إخواني بعد كتابة الرابط نذهب إلى هنا وبعد ذلك ننتظر التنزيل إخواني طبعا بما أن هذا المتصفح لا يدعم البلوجين أو البراوسر بلاجين إذن سنقوم بتنزيل أولا البراوسر إذن نذهب إلى هنا إذن كتبنا العنوان الخاص بالبراوسر لأن هذه الخطة مهمة جدا نقوم بتنزيل البلوجين طبعا يجب إعطاء صلاحيات في الإعدادات لداونلودر ليسمح بتنزيل التطبيقات من خارج المتجر نعود والآن نضغط على إنستال والآن إنستال سيسمح لي بتنزيل البلوجين الخطوة هذه مهمة جدا إذن انتهى التنزيل يمكنني حدف هذا الملف لن أحتاجه من بعد دلت هذه الخطوة إخواني سمحت لي بأن أدخل على المتصفح كما تشاهدون لو عدنا هكذا نعود إلى داونلودر نعود نشاهدون الآن في البراوسر يعني متوفر شاهدوا إذن لدي براوسر لدي متصفح الآن على هذا التطبيق إخواني إذن نعود إلى هوم والآن سأكتب الرابط الأول اللي شفته خاص بالتطبيق لأن كتبنا الرابط سندغط على Go الفكرة إخواني بأننا سنقوم بالوصول إلى Mediafire وضعت لكم هناك الرابط طبعا هذا البرنامج أو هذا التطبيق اللي هو داونلودر ستحتاجه دائما إخواني يعني هذه الخطوة ستقوم بها مرة واحدة وسترتاحون من بعد إذن ها هو الرابط إخواني يمكن تنزيله عن طريق الـ USB اللي انتركت لكم الرابط أسفل الفيديو إذن نضغط هنا إذا ظهر معي طبعا إعلان نعود فقط بزر رجوع وأضغط مرة أخرى وسيتم تنزيل التطبيق من متصفح أو من موقع Mediafire Install هذا هو التطبيق Aurora Store اللي سنحتاجه إخواني إذن تم التنزيل إخواني يمكن أن نخرج لنرى هل فعلا يوجد التطبيق سنذهب إلى هنا إلى الـ Application وستشاهدون إخواني بأن تطبيق Aurora ها هو متوفر هنا يمكنني فقط أن أعود إلى هنا هذا الجانب في الزائد وأضعه بجانب في البلايستور بهذه الطريقة مووو ستكون الأمور منظمة ها هو الأول راستور إذا نفتح التطبيق ونبدأ على بركة الله الشرح إخواني نفتح التطبيق لأول مرة إخواني طبعا هنا يمكننا في هذه المرحلة طبعا سنوافق على الشروط بعد ذلك Accept بعد ذلك نفتح التطبيق وهنا إخواني يجب استخدام الماوس لأن هذا التطبيق يحتاج إلى ماوس يمكنكم استخدام Airماوس أو ماوس عادية مثل هذا لكم الإختيار طريقة سهلة جدا طبعا الماوس تشاهدون هذه إبارة عن Airماوس على الميكول طبعا هنا سنختار بعض الإعدادات طبعا سيسون Installer نتركها نحتاجه نعود إلى هنا نفتح التطبيق في System تشاهدون نختار System وإذا أحببنا يعني شكل التطبيق تختارون الشكل اللي تحبون سأتركه كما هو Next بعد ذلك طبعا هنا تختارون اللون اللي تحبون طبعا سأتركه By Default Next هنا سنعطيه صلاحية لـ External Storage Grand Allow وبعد ذلك أيضا سنعطيه صلاحية لتنزيل التطبيقات Grand وبعد ذلك هنا سنسمح للتطبيق كما تشاهدون أورورا هنا سأعطيه صلاحية ونعود إخوان الآن كل الصلاحية تم موافقة عليها نعمل Finish هنا خطوة مهمة إخوان سأتوقف عندها وأواجهكم فيها هذا التطبيق هو عبارة عن Play Store للهواتف أو لمجموعة سنرى ذلك بعد لحظات هنا يمكنكم تنزيل أو وضع الجيميل الخاص بكم في حساب جوجل أو الاكتفاء بحساب هذا التطبيق اللي هو Anonymous في حساب جيميل يمكنكم وضع حساب جيميل لكن أنا أنصحكم شخصيا أن تضعوا حساب جيميل لا تحتاجونه أو تنشئون واحد جديد لا تضعوا حسابكم جيميل الحقيقي أو الرسمي أو اللي تعملون به لأن هذا التطبيق طبعا هو غير متوفر على البلاي ستور والتطبيق طبعا غير مدعوم من نظام جوجل لذلك ستغامرون بجيميل خاص بكم أنا أنصحكم بالاكتفاء بأنونيموس بالدخول على الجيميل لأنه سيسمح لكم بالدخول على البلاي سور أو تضعون حساب جيميل جديد قموا بإنشائه أورورا أي اسم هكذا و اعملوا به على العموم أنا سأذهب على Anonymous هنا وهنا سأدخل على السيشن إذن ها هو التطبيق طبعا إذا أعطاكم Update تحديث ستضغطون على تحديث أنا سأقوم بتحديثه مع بعض ونشوف نضغط على تحديث ننتظر طبعا سيتم تنزيل التحديث من الإنترنت من صفحة أورورا انستال والآن يتم تحديث التطبيق كما تشاهدوا وأفتحوهم من جديد نفس الخطوات الآن السيشن دخلنا على حساب بالانونيموس هنا خطوة مهمة جدا يجب القيام بها إخوان طبعا سنذهب إلى هنا في هذا الجانب ونذهب إلى Spoof Manager Spoof Manager نضغط وهنا سأختار نوعية التطبيق طبعا هو هذا التطبيق يقوم بعمل نسخ لهاتف مثلا يعني كما لو أن لديك هاتف هنا في الاندرويد يعني هو سيقوم بعمل كلون لهاتف مثلا كما لو أنه يتعرف عليه نظام هذا البوكس كما لو أنه هاتف ومن الهاتف التي عليها أغلب التطبيقات وعليها بلاي ستور متكامل أنصحكم بالجوجل بيكسل لماذا لأن جوجل بيكسل طبعا هو من جوجل وهذا الهاتف لو قمنا بتحديده في Spoof Manager فكما لو أن لدينا بلاي ستور كامل متكامل إذن الآن ستشاهدون بأن هناك تطبيقات أكثر من الأول أحباء طبعا لديكم For You وهذه تطبيقات مقترحة Top Chart التطبيقات التي هي طبعا Trending و Top Paid هذه تطبيقات Trending يعني تطبيقات شائعة كما تشاهدون الموع من التطبيقات إخواني حسب اختياراتكم بشكل كامل ومتكامل كما تشاهدون لديكم من يريد تنزيل مثلا واتساب نزيل مثلا سكايبي من هنا؟ كامل أنا لديك هذه كلها على سنجرب سنجرب مع بعض سنجرب مع بعض على المباشر هذا بديو طويل إخواني ووضعت لكم من الصفر لي السفيد المبتدئين إذن نذهب إلى Google Play Store وأبحث مثلا على Google Chrome على Chrome نذهب كما قلنا Search Chrome إذا نبحث على Google Chrome كما تشاهدون هو غير متوفر على Play Store الخاص ب Android غير متوفر سنجرب مثلا نعود إلى Aurora Store Play Store الخاص بهاتف Google كما قلنا نعود إلى هنا وسنبحث عن هذا التطبيق إخواني مع بعض إذا البحث إخواني كل ما في الأمر دائما استخدموا الماوس ضروري استخدام الماوس نذهب إلى هنا Search وهنا سأبحث عن نبحث عن Chrome مثلا مكتب Chrome كما تشاهدون إخواني هو ظهر معي هناك في البحث نعود إلى هنا و كما تشاهدون ها هو Google Chrome نجرب تنزيله طريقة سهلة جدا هكذا تضغطون على Install تنتظرون تنزيل نرى أين هو التطبيق نذهب على التطبيق هذه العملية أخواني مهيمة جدا لو تلاحظون بأن Google Chrome لا يظهر معي هنا لماذا؟ لأنني قلت لكم بأن تنزلوا هذا التطبيق في الأول Side Load Launcher هو من إمكانكم ووصول إلى تطبيقات مخفية على النظام هو نزيله ولكن لا يظهر نفتح Side Load Launcher نعطيه طبعا هناك Update هناك مزاجه جديد نضغط نضغط نتجهلها كما تشاهدون ها هو Google Chrome نفتح Google Chrome إخواني شغال بامتياز نضغط خليط نشاهد لا تشاهد مثلا تأريد تسجيل معلوماتي كما تشاهدون ها هو Google Chrome إخواني شغال بامتياز ندخل على يوتيوب شغال بامتياز إخواني شغال بامتياز من شكل رائع رائع، نذهب إلى ترينينج، وفيديوهات الشائعة في المغرب وفيديوهات الشائعة في المغرب ويا جمالها، كما يقول المصريين على الأسف الشديد، هذه هي الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب مع الأسف، تفاهي إلى غير ذلك أنا أسف، حسنا، طريقة سهلة جدا أنا أتسار لديكم بلاي ستور، كامل، 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 على الأوندوري تيوي الخاص بكم أورورا ستور تدخلون عليه، تنزلون ما تحبون من تطبيق كما لأنا لديك في الهاتف هناك بعض تطبيقات لتتماشى مع نظام الأوندوري تيوي، هناك بعض تطبيقات ستجدون فيها مشاكل بعض تطبيقات، العرض الخاص بالهواتف طبعا غير متطادق لكن أنتم اختار، شوف، جرّم، لن تختاروا شيئا تطبيق سيدلاود لونشر سيعطيكم تطبيقات اللي هي مخفية بعض تطبيقات ستنزلون مثلا بعض تطبيقات من هنا ستجدونها بأنها في داخل النظام ولن تظهر معكم عن طريق هذا التطبيق اللي هو سيدلاود لونشر من خلاله سيمكنكم إيجاد تطبيقات اللي هي مخفية اللي لا تظهر، أوكي؟ أدوم بأن الدرس يكون مفيد لكم إخواني، استمتعوا به نزلوا الآن تطبيقات اللي تحبون، هذه أفضل طريقة للحصول على البلاي ستور كان معكم أخوكم محمد من قناة Secret of Net في هذا الدرس اللي أتمنى أن يكون مفيد لكم ادعمونا بلايك واشتراك في القناة وشاركوا قناتنا طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي وأخيرا أشكر المنتسبين لقناتنا أشكركم من القلب واللي يريد الاشتراك في القناة ويصبح عضو من أعضاء Secret of Net في الأسفل اضغطوا عليه ومرحبا بكم في عائلة Secret of Net تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته